موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم إلى فقرة ضيف المساء من بين المحاور الأساسية التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي صدق عليه المجلس الوزاري الأخير برئاسة جلالة الملك محمد السادس إنعاشوا الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل مثاقي الاستثمار الجديد وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي اليوم سنحاول أن نناقش هذه النقاط المتعلقة بموضوع الاستثمار التي نقشها المجلس الوزاري ومن أجل ذلك يسعدنا أن نستضيف يوسف جراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أستاذ يوسف مرحباً بك أهلاً وسهلاً وشكراً على الدعوة أسألك بداية كيف يمكن لمثاق الاستثمار الجديد ملاءمة التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي أيضاً شكراً إذن المتاق الاستثمار الجديد اليوم يشكل واحد اللبناء إضافية في إطار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعيشها المغرب هذا المتاق اليوم كان ميتاق الاستثمار وكان ما يعرف بروح ميتاق الاستثمار ونحن بحاجة إلى روح ميتاق الاستثمارية جديدة من أجل إعطاء واحد دفعة قوية خصوصاً أن المغرب من 2020 إلى حدود السنة الحالية يعني مر بجموعة هذه الأزمات من الأزمة الصحية إلى أزمات اقتصادية واجتماعية كي يعيشوها المواطنين والمواطنين من غلاء المعيشة تضرر الطبقة المتوسطة الإغلاق والإفلاس بجموعة هذه المقاولات الصغيرة هذه النسيج مقاولاتي إذن يعني المغرب اليوم عنده واحد تحديات كبيرة المتاق الاستثمار الجديد جاب واحد الإجراءات التي هي مزيانة كتخص يعني من بين المحاور ديالها واحد الدعم اللي غدي تخصص يعني للمقاولات الناشئة والمقاولات المجالية اللي كتب يمكنها تشتغل في سلاسي ديال الإنتاج وكتب حيث عن رفع ديال الإنتاجية ديالها المتاق الاستثمار الجديد تحدث على واحد العدالة يعني بين الجهات فيما يتعلق بتوزيع العادي الاستثمار و أيضاً تكون هناك واحد العدالة ديالتوزيع يعني القيمة المضافة الاقتصادية بين الجهات تحدث على إعانات مباشرة التي تخصص المجموعة المقاولات التي تستمر في سلاسل إنتاجها حتى على دعم النسيج المقاولات المغربية وعلى المقاولات الصغيرة جدا ثم جاب واحد الإجراء مهم جدا وأن القطاع الخاص يصبح هو الحامل للإستثمار اليوم كما كان عرفوه القطاع العمومي هو الذي يشكل يعني الحاجة الأساس للإستثمارات يعني طولتين الإستثمارات تقودها الدولة المغرب يريد التحول عبر المثاق للإستثمار الجديد ولهذا تحدث على روح الاستثمار الجديد عبر روحة الشراكة التي ستكون بين القطاعين العام والخاص وبالتالي يصبح القطاع الخاص يحمل الاستثمار العمومي بحيث التوجه هو أن طولتين الاستثمار تبشر عن القطاع الخاص كنت سأسألك عمليا كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون جزء مهم من الاستثمار بشكل عملي على أرض الوطنية نعم بشكل عملي أنا كنت عامل بثاف مع المقاولة الاستثمارية الوطنية في مجموعة جهد المملكة في طنجاف في الجهة الرباط سال القنية الطيرا في الضربة الكبرى إلى آخرية العائق الأساسي ومن بين العائق الأساسية لكي نكونوا يواضحين الإدارة إذن نريد التبسيط من المساطر اليوم كان المساطر مرقمنة ولازالت معقدة المستثمار مثلا يتطلبون منه أن يكون يتحمل مجموعة الوطائق عبر البوابة الإلكترونية ولكن عمليا كانت خير في معالجة دين الملفات كانت أخذ ورد ومثلا إذا نمشنا المراكز الجهة والاستثمار العملية أصبحت مرقمنة ومع ذلك المستمار يعني ما نعطيه للمدة زمنية محددة للحصول على التراخيص باش أنه يطلق المشروع الاستثماري دياله المركز الجهوي اليوم لا يعتبر الشبك الوحيد فما يتعلق بالاستثمار يعني المجموعة المتدخلين على المستوى الجهوي على المستوى المحلي على المستوى المستوى الوطني يعني المستوى المركزي وبالتالي ما نعطيه لوش واحد الإجابة كيبقى كينتاظر انتظار إياك تخلي المستثمار يمشي السمر يعني في بلدان أخرى ديال المنطقة والمغرب كيضيع فورس مهمة بالنمو تجاوز هذه العراقيل ليتجاوز هذه العراقيل خصنا يعني نعتبره المركز مثلا الجهوي الاستثمار هو يعني المتدخل الوحيد وما يبقاش يلعب فقط دور ديال الوساطة بينه وبين المؤسسات الأخرى لقد تدخل في العملية الاستثمارية من بين الحلول التي يمكننا نمشي لها يعني أننا نبسطوا الإجراءات للإدارة ولأن الإدارة تصبح يعني تواكب تصاحب المستمارين ومحاملين المشاريع من بين الحلول الأخرى أيضا التي يمكننا نتحدث عليها تسهيل الولوج التمويل لأنها لا سمحترية العملية الاستثمارية لا تخش فقط المقاورات الكبرى اليوم المقاورات الصغيرة والمقاورات الصغيرة جدا تشكر كتر من 90% لأننا نسهل لهم الولوج التمويلات التي تتعلق بالاستثمار الاستثمار في الإنتاج وفي المصانع الإنتاج في سلسل الإنتاج لكي يرفعوا من المرضودية ميلا سمحتي لي يعني واحد نقطة أساسية يعني نتابه لها مني كنشوفوا الاستثمارات أو الحجم الاستثمارات خلال عقدين آخرين عشرين سنة الاستثمارات تساعدت بتراثة أضعاف وبقينا في واحد معدال نمو دي الربعة في المئة هذا يعني أن الاستثمارات لكننا نديره مع الأسف هي استثمارات غير ناجعة رغم أن المغريب حقق واحد الاستثمارات المهمة في البنية التحتية أجل كانت تكون المغريب تكون عنده موانئ تقصد طرق تقصد مصانع تقصد مدارس مستشفيات ولكن مع الأسف تأخرنا في هذه الاستثمارات التي تتعلق بالبنية التحتية وما استثمرنا في الإنتاج في خلق فرص الشغل وفي القيمة المضافة أستاذ يوسف الملك جلالة الملك سبق وقال أنه يراهن على الاستثمار المنتج أسألك هنا ما المقصود به بالضبط الاستثمار المنتج بش المشاهد الكريم يفهم أكتر هو الاستثمار الذي يمكن من خلق واحد القيمة مضافة اقتصادية من الموسى في واحد المنطقة محلية يعني أن تكون هناك واحد الشركة التي تشتغل يكون عنده واحد سنة ذات الطلب أتحقق واحد رقم المعاملات سيكون عنده مبيعات ستقدم بيانات مالية في نهاية السنة من ناحية المحاسباتية من ناحية الاقتصادية سنخلقوا فرص الشغل سنقوموا بتوظيف الشباب وبالتالي سنخفضوا معضل بطرف هذه المنطقة وبالتالي سنخلقوا واحد روجية اقتصادية محلية ستمكنها من قتناع العقار من أنهم يقوموا بشراء المشريات وحتى التعاونيات والمقاولات الصغيرة لذلك المنطقة سنكون لها تبيع المنتجات سنكون هنا في واحد سلسلة انتاجية محلية اللي ستتمكن مخلق واحد دينامية اقتصادية محلية وبالتالي نخلقوا واحد قيمة مضافة في هذه المنطقة فيما يتعلق دائما بالمثاق الجديد للاستثمار أسألك إلى أي حد سيعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية الاستثمارات سواء منها الخاصة الوطنية أو الأجنبية أيضا والمثاق القديم للإستثمار سنة 26 سنة باش نجيبوا ميثاق استثمار جديد ولهذا تحدث في البداية للبرنامج على روح الاستثمار روح الميثاق الاستثمار لأننا نخصنا واحد الروح جديدة النص لا يكفي بالفعل النص لا يكفي هناك نصوص هناك تشريعات هناك تحفيز الضريبية إلى آخره ولكن التعبئة الفاعلية لما كانت التعبئة دي لجميع الشركاء في القطع الخاص تعاونية القطع العام المجتمع المدني الدولة عبر الإدارة جميع المتدخين تكون تعبئة فعلية لتنزيل المضامين للميثاق الاستثمار بشكل سليم الميثاق الاستثمار فيه مجموعة تدابير التحفيزية فيما يتعلق في المجال الضريبي مثلا من يجي المستمار كي أن هناك مستجد وهو أن تكون عملية سليسة فيما يتعلق بتوريدات التي تخص السلاع حتى العملة لكي يسهل على المستمار الأجنبي أن يستقر في المنطقة معينة بالنسبة للمستمار الوطنيين كان الإمكانية أن يحصلوا على إعانات ومجموعة التحفيزات فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ومجموعة على القيم المضافة في المشريات ديالهم هناك مجموعة التحفيزات ضريبية تخص المقاولات الوطنية ومجموعة المستمار الأجنبيين حتى المغاربة المقامين بالخارج اللي كي يجي وستمر في المغرب كان يعتبروه أنه واحد المستمار المغربي ولكن داخل يعني في المستمار اللي كيت تعتبروه خارج الوطن وغير يستمرو يعني على المجال الوطني تحفيزات كينة ولكن اللي خاص التنزيل السليم ديالها والتعبئة ديال الأطراف ومت جسر التواصم بين المؤسسات أنا حضرت يعني في واحد الاجتماعات واحد المستمار اللي بغير يعرف غير الجهة التي تعرق الملف يعني كي تبقى المركز الجهوي الاستثمار عاجز عن إعطاء جواب مقنع من الجهة اللي فين كالخلال فين كالهذا كان نبقى ونشوف ممكن المستوى المركزي اللي سنشوف على مستوى الولايات اللي الوكرة الحضارية وكان نقو في تخبط ومع الأسف كان ضيع واحد الفرص استثمار مهمة لغاية تضف لنا الشباب اليوم مع ما يقع معدل بطرف 12 و60 الفئة العاطين الشباب رتفعت بزاف وجارة الملك ركز عليها الخيط بفتساح البرلمان ولهذا تعبئ جميع الفاعلين وإرادة فعلية الإدارة لتواكب المستثمارين وتحل مشاكل وتحل نزاعات الأقارية باش يولجوا العقار وباش تلقوا عميلة الاستثمارية ديرهم سيد يوسف تحددت قبل قليل عن المراكز الجهوية الاستثمار وهي مهمة في عملية الاستثمار وجلالة الملك دعا في خطابه أمام البرلمان إلى أن تلعب هذه المراكز يعني دور مهم في كل مراحل الاستثمار أسألك هنا كيف سيتم هذا الإشراف برأيك إشراف مراكز الجهوية على عملية الاستثمار نعم شكرا على هذه السؤال المهم الإشراف الذي يجب يكون واحد الإشراف عارضاني بحيث أننا نغال نغال نعتبر المركز الجهوي الاستثمار ليس فقط الوسيط وإنما هذا المتدخل الرئيسي الذي يخاطب المستثمار ويجب عنده قدرة عمليا أنه يعطيه أجوبة يعني ما نخصف الملف لكي يكتمل متى يحصل على واحد الرخصة المدة الزمنية لكي يأخذ ترخيص الأساسية لكي يطلق المشروع الى آخر يعني يكون هو الشباك الوحيد فيما يتعلق بالعملية الاستثمارية وما يبقى مجموعة المتدخلين وبعض مرات تحتر منقل الجهوي ما كتكون عنده الإجابة وكي يبقى يعني هذا المستثمر يتخبط بين المؤسسات حتى يقرر أنه يجمع الملف ويصمر يعني في واحد المنطقة آخر إذن هذا لا يبقى وخصصنا يعني نشتغل بواحد طريقة يعني التي تولي تكون حضرية ولكن نشتغل واحد العقلية لأنه هناك ميهن جديدة هناك ميهن المستقبل وما نحن نضيع فرص استثمارية وأننا يعني ما نبقى نشتغل بالأسالي بالبيروقراطية إذا تخصص التعبئة صعبة جدا كان تحدد على 550 مليار درهم على مدى خمس سنوات يعني بمتوسط 110 مليار درهم سنويا لا يمكن نعبق هذه المباليغ المالية إذا لم نشتغل نذهب ميهن للإستثمار الجديد التي تحددت عليها وهنا نقطة أساسية نتابعها الضوء الذي تلعبه أيضا الأبناء ستكون شريك في العملية الدولة عندها وإرادة ستعطي الضمانات ولكن الأبناء ستأخذ مجازفة وتتقاف المستمرين الأجانب والمستمرين الوطنيين لديهم الإمكانيات ومشاريع المدروسة تقنيا وعلميا وميدانيا ويواكبوهم ويساعدوهم لتطلقوا العملية الإستثمارية وهذا بطبيعة الحال لا يمكن إيجابية بالنسبة للدولة تحدث قبل قليل عن العراقيل التي تواجه المستثمرين أمام المراكز الجهوية الاستثمار سيقول القائل بأن هذه العراقيل هي امتداد في الحقيقة للعراقيل التي يجدها المواطن بشكل عام أمام في مواجهة الإدارة بشكل عام وبالفعل نرى الإدارة منذ عقود ديما كانت مع الأسف معرقل للعملية الاستثمارية وأيضا تبطئ مصارح المواطنين التي لم نقلت عرقلها في بعض الحالات ولهذا نرى نموذج الموج الجديد بين المحاور الأساسية إصلاح الإدارة المغربية تحديث الإدارة في المركز قد بنا واحد المساهمة السيشاكي بنموسا ورقزنا بزاف هذا المحور ودقنا كيف أن الإدارة تبسط المساطير تشتغل بالألية الحكمة الجيدة وتقوم بعصرانة الطريقة للإشتغال وطريقة للتسيير لكي تسهل العمل الاستثمارية تسهل العمل للمقاولين الشباب والمقاولين الذين وتواكب مقاولات النسيج المقاولات في ترخز البناء فيما يتعلق بمجميع الوثاقة الإدارية التي تخصي الشراكات التي تخصي الاتفاقية التي تصبر مع الدولة إذن تحتاج الدينامية جديدة والإدارة تلعب مهم جدا لا على المستوى المركزي لا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المحلي بمعنى أنه يجب أن بناء ثقة بين المواطن والإدارة في آخر المطاف في ميثاق الاستثمار الجديد أستاذ يوسف هناك حديث عن استثمارات طابع استراتيجي في أي حالة يمكن أن نقول عن استثمار معين بأنه طابع استراتيجي هو الاستثمار استراتيجي هو الاستثمار الذي يكون عنده رؤية استراتيجية ويكون عنده بعد نظر الاستثمار يكون على المدى البعيد واحد الاستثمار الذي يكون عنده واحد الجدولة يمشي 10-15 سنوات يكون واحد تصور تصور يكون واقعي مبني على فارضيات التي يمكن نرى التمويلات التي يمكننا أن نحصل عليها، نرى رأس ما الذي لدينا، نرى المؤهلات لذلك المنطقة، نرى قابلية جاذبية الاستثمار في هذه المنطقة، ونرى العقلية الزبون والساكن المحلي يمكننا استثمره مثلاً في ميادين أو سلع أو بواضع أو بضاعات التي يكون الدخل أو مستوى العيش للمواطن المحلي لا تمكنه من استفادة ومن شراء هذا المنتوج هذه المسائل كمنا نستحضرها؟ كما يعني المقاومة التي يريد أن يطلق الشركة ويهبط للميدان، ويقوم دراسة الجدوى، ويقوم درسه إلى آخره، حتى في الاستثمارات الكبرى، نقوم بهذه العمليات وركزه على إحصائية مهمة اقتصادية عند المغرب، عند المندوبية السامية للتخطيط، المراكز التي تأتي بالاستثمار هي عندها معلومات، إذن نستحيل وإستغلال هذه المعلومات لكي نحصل على إحصائية اقتصادية علمية دقيقة لكي يمكن إطلاق العملية الاستثمارية لكي يكون الاستثمار ناجح شكراً على هذا السؤال المهم جداً، إذن بفعل تحددت قبل قليل على مهن المستقبل، مهن المستقبل كتخص؟ كتخص ما يعرف بالتطور الرقمي والتحول الرقمي، يعني استثمارات التي تخص المجال المعلوماتي، وكتخص التواصل على البعد، وكتخص جميع المواصلات السلكية واللاسلكية والأجهزة التي أصبحت مطلوبة بشكل المستوى العالمي، أيضاً المغرب عنده واحدة يعني أصبح رائد فيما يعرف بالصناعة للطائرات، صناعة السيارات، الصناعة يعني دي البضائع التي تستعمل بالكهرباء إلى آخره، وهذه الأشياء مهمة جداً، ولكن هناك مهن أخرى المغرب يعني لا نقلش متأخر فيها، ولكن يجب أن يتم بها أكثر، كانت تعلق بالدكاء الصناعي، كانت تعلق بالمصانع الدكية، وكانت تخص أيضاً الزراعة الفلاحية، أننا نطور الفلاح الصناعي دينا، اليوم مثلاً كانت تحدع الأزمة المائية، من بين الحلول باش أنا نواجه الأزمة المائية، أننا نطور الزراعة الفلاحية دينا، الأسريب ديال الري، طرق تقنين الماء بطريقة تقنية وعلمية، نكون الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والتعاونية، أنا مثلاً نعرف تعاونية الفلاحية اللي عندها أفكار، ولكن ملقاش لي صاحبها، من ناحية تقنية، وأيضاً ناحية تمويلية، إذن هدو مساء، نتابه لها، نتابه لها، نتابه لها، لأنها ستقنية المهنية المستقبلة، ستقنية المغرب، واحدة الاستقلالية دياليه، فيما يتعلق بكتفاء الداتي الفلاحي، ونتموا بالمجال ذي الزراعة الفلاحية، والصناعة الفلاحية، حتى البردان كبراء أصبحت تاتم كثيراً بهذا المجال، لأنه هو حاجة لأساس الاقتصاد ثم نركزه عن الصناعات الحديثة الصناعات المتطورة والجيل الرابع من الصناعات الدكية والإلكترونية في الختم أسألك أستاذ يوسف عن المصار الذي سيأخذه هذا المثاق الجديد للاستثمار بعد أن صدق عليه مجلس النواب مؤخرا هذا بالمصار أصبح واضح يجب التنزيل هذا المثاق والتنزيل ما يمكن أن يكون عبر جدوى الزمالية التي يجب الحكومة تبنها في التنزيل السريم والاستثمار ويجب يكونوا حتى عاقدات وشاركت بالقطاع العام والخاص ولكن كانت منه أنه سيتم تعبئات المتدخين الأساسية المغربية المقاولات يجب أن يدخل في هذه العملية التعاونية الكبرى هناك شركات اقتصادية وطنية كبيرة الدير المالي للدولة والدير الاقتصادي للدولة هذا كان يجب أن يشاركوا في العملية ويجب إشراك القطاع البنكي عبر الجمعية المهنية الأبناء المغربية يجب أن يدخل حتى هي لأننا لا يمكن أن نقوم بعملية استثمارية كبرى إلا ما قلنش بتعبئات واحد الأموال التي هي كبيرة يعني كانت تحتو على واحد الأضريفة مالية لمرتها في عمال عائر الدراهيم لا يمكن للمستمع الخصوصي ولا حتى المستمع العمومي أنه يعبئ هذه الأموال بدون مساعدة لأبناء إذا نجد أن الأبناء تهيئة تساهم وتعبئ وتلعب واحد دور المصاحبة لكي نرد العملية استثمارية سليسة ونواكبها من ناحية المالية ولكن كما قلت يجب أن تكون دراسة تقنية مبنية على معلومات إحصائية دقيقة لكي نجحو استثمارات يعني في المرأة التقنية سينديرها في 12 جهة من المملكة نعم يوسف قراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسهيل أشكرك جزيلا شكر على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات كل فرح والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين على حسن متابعتكم في أمان الله اشتركوا في القناة